السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة اليوم بإذن الله فيديو جديد خاص بالأعمال يدوية كنتمنى يا ربي لقاكم في تمام الصحة والعافية وأخيرا الحمد لله رجعت لكم وكان وعدكم أنني غامق نحط الفيديوهات بانتظام يعني ثلاثة المرات في السيما ناكي في العدد الثنين والأربعة والجمعة وكان شكركم بزاف كاملين كان شكر لبنات اللي سولو فيا واللي ادعاوا معايا والحمد لله دابا وليت مزيانة وهاني راجع لكم ورجع بالجديد ان شاء الله وكانتمنى أنكم تشجعوني وتخليوا لتعليق واللي باقي ما اشترك شي اشترك معنا بالنسبة للعامة اليوم اول حاجة هنحتاج هات القريعة للعاصر ديال الزاج يعني ما كيللاش حتى هم يضطرموا بالنسبة للحاجم كيبقى ليكم اختيار هات الطريقة يعني ممكن تزينوا بها اي شكل واي حجم عندكم اول حاجة غدي نديرها باش غنحيد هاد الازيتي كتلي كانين هنا او لهاد الملصقات غدي ناخد السيشوار ديال الشعر ونديرو على السخونية يعني كنحاول شي شوية ان نندوب هاد اللصقة هادي باش هكا غدي نحيد هاد الملصقة هادي او لهاد تيكية بكل سهولة يعني ذاك اللصق كيدوب وكتحيد بغيتوا ترطبوها غير في الماء وتغسلوها ممكن حتى هي يعني عملية سهلة كيبقى ليكم الاختيار سفي مباشرا بدما كتل تسخن هاد الملصقة كندوزو كنحيدوها ومن بعد الابنت لانها يعني بقى تلاسقة ما تحيدش مزيان كنعاودو ان نغسلوها هكا بالماء وكنناخدو شي جيكس ولا شي حلفة وكننغسلوها بها مهم انا القراعات بجوج غدي نحيد لهم تيكيات او هاد الملصقات هادو سفي هنا يا كيكاتشوفو كيت حيد يعني ومن بعد ما حيد هاد الملصقات للقراعات بجوج هدا هو الشكل ديالهم كيكيجي بالنسبة لي اشاركت معكم جوج انتو ما بطبعه الحال غدي تديرو يعني الكمية اللي بغيتو او الشحن ما بغيتو دلقارورات بالنسبة لي غدي نخدمهم الوليدات يعني غنزينهم هاد الورق هادا اللي كيكونوا في هاد الرصومات هادا ورق المناديل يعني راكيت باع التمن ديالورخيص كتكون باكي كبيرة كتدير بخمسة دراهم بالنسبة لي غنستعمل هادي ديال الرصوم ديالبنتين راكو عارف الوليدات الصغار كيحمقو على الرصوم سفي كان اخذ هاد ورق المناديل وكام قنقطعو بالميقس بهات الشكل هادا كنحاول ان لاني ننقص باش يجيني على الحجم دلقارعة اللي عندي لانه كيكاتشوفو هاد القارعة زج شوية الحجم ديالهم صغير سفي كان بقام قطعو الرسمة بالنسبة ليكم كيبقى الختيار بغيتو تقطعو يعني الرسمة من الجواني بتخليو غير رسمة بغيتو تخليو حتى هاد الاطار اللي في الخضر يعني مبرا ممكن انا غادي نصيب معكم الاشكال بجوج ومن بعد فاش تشوفو كيجاو يعني انتم ما غادي تستعملو الحجة اللي ارتحتوا فيها او لا الحجة اللي عجبتكم كيف كان نقول ديما يعني كتبقى مسألة اضواق نفس الطريقة بغيتو تستعملوها القريعة الكبار يعني غادي نفس الطريقة غادي تستعملوها حتى هي سفي مهم انا غادي نكمل تقطاع ديال هاد الرسمة هادي بش ما يجيكمش الفيديو طويل ومن بعد ما كملت لي هاد تقطاع غادي ناخد باش غادي نتبتها اولا لسقها هاد الكولاد الخاشب يعني ولت غانية عن التاريف ديما كنخدم بيها بالنسبة لتمن ديالها كتباع 10 درهم وفيها 500 جرام يعني را غادي تبقى معكم مدة طويلة هنا بالنسبة لي هاد الكولاد هادي كنخففها بواحد شوية ديال الماء بهات الشكل هادا وكنحاول انني نخلطها مزيان باش نساجم مع هادا كلماء مزيان وصافي دا بغادي ندوز باش نتبت الرسمة ديالي فوق القريعة هادي رسمة كيكتشوفو انا قطعت ليها الجواني بكاملين قبل ما نبدال لسقها كنحاولو انا ننزولوا واحد الورقة كيكون مضوبل فيها هانتم كيكتشوفو كنخليو غير القطعة اللي رقيقة بزاف كنحاولو هاد الطبقة هادي بهات الشكل وكنحاولو نردو مع هالبال شي شوية هنا ايا كنسحكم الاحسن انكم الغيراء تديرو فوق القارورة باش هكا لان هاد الورق المنادي كيكون رقيق بزاف يقدر يتقطع لكم بهات الطريقة اللي يدرت انتم ما استعملو شي ببانسو ديرو فوق القريعة ومن بعد عد تبتو فوق هالورق انا هنا كنتشوفو كنستعمل غير يديا مبعد غادي نغسلو هاد الكولورة كتحيد بكل سهولة قبل ما تنشوف سوفي كناخد القريعة وغادي نبدأ نتبت فوق هاد الرسمة وكان عاود نأكد يعني غير بشوية بش ما تقطعش لذلك كنسحكم انكم يعني تديرو الكولا فوق القريعة ونبعد تلسقو هاد الورق او هاد الرسمة في خاطركم سوفي مهم انا كنبقى نتبتها بهات طريقة كنحاول انني لسق الجواني بكابلين بالكولا مبعد فاش غنتبتهم في نفس الوقت كنزيد فوق هم واحد طبقة هاد الكولا باش هكا من بعد هاد هاد القارورة وخد تقص بالماء يعني هاد الملصقة اللي درنا ما كيوقع لي هاتا شي حاجة هاد الكولا كتشكل واحد طبقة عازيلة بغيتوها يعني تكون تابتة وخد غسلوها وتكون يعني تبقى معاكم مدة طويلة اكتر مبعد فاش غديرو هاد طبقة هاد الكولا غتخليوها تنشف وغادي تاخدو كالي كيقولو الورنيش المائي كالي كيقولو الكولا دل فيرني الكولا دل غريفي كالي كيقولو الورني مائي يعني واحد الكولا كتديروها كالطبقة خفيفة وهاكا كتحفظ لكم القارورة يعني وخد غسلوها ما تخافوش منها نهائيا صافي غادي نخلي هاد الكارورا كتنشف دا بغا عندوز نوريكم طريقة باش در التقب في الغيطاء هنا هدا هو الغيطاء دل الكارورا اللي عندي غادي نديرو فالكارورا بالنسبة لكم بغيتو تتقبوه بالشينيور ممكن تستعمله ولكن انا يا كان خاف نستعمل الشونيور كان خاف نستعمل هاد الشينيور هدا ما عرفت شي لاش مهم انا غادي نوريكم غير الطريقة ولكن يردو مع هالبال بش ما تهرسوش مش ما تهرسوش القريعة ديالكم غادي تاخدو غادي تديرو بيه واحد تقب في الوسط بها الطريقة مهم بالنسبة لي انا سعملتو غير هكا يدويا ما شعلتو متاشي حاجا غير باش نتراسي البلاسة اللي غادي ندير فيها التقب و جيني شكل ديالها دائري هنا بالنسبة لي اخديت غير طور نوفيس بهات شكل هادا و كان بقا ندوري يعني هاد الغيطاء راكي وخام الحديد راكي يكون رقيق دغيا كي تتقبها انتم مكي غا تشوفوا معايا هنا في الصورة ما كياخدش وقت كتير سافي ها هو التقب و سافي بالنسبة للتقب كتديرو على حساب العرض يلا باين اللي عندكم تومة بالنسبة لي اغنزيد نوسعه واحد شوية و من بعد غادي ناخد السباغة باللون الفدي و غادي نسبغ هاد الغيطاء انتم ممكن تستعملوا لو اللي بغيتو بطبيعة الحال كيبقى ليكم الاختيار و كيبقى على حساب الضوق وحتى لحساب الرسمة اللي غادي تستعملوا سافي غادي نسبغ هاد الغيطاء القارورات بجوج و نخليوهم ينشفوه دا ما غادي ندوز باش نوريكم الشكل التاني هانتو ما كيكا تشوفو خليت وارق المنادي الكامل يعني ما قطعتلوش دوك الجوانب او للحاوف وحتى هو استعملتو بنفس الطريقة دار الطبقة الاولى ديال الغيره او من بعد كندير فقوح الطبقة التانية وحتى نشف كيف قلت لكم الاحسن تزيدو فقوح الطبقة ديال الفيرني سافي هنا خليت من بعد ما نشفت القارورة كيكا تشوفوها انتو ما الرسمة كيكا تجي متبتو كتبان كأنها مطبوعة يعني في القارورة ما كتبانش نهائيا باننا نلصقناها دابا كندزول مرحلة تزين كيبقى لكم الاختيار انا استعملت هاد الحجارة هادو في هاد اللو الخضرنيت كيكا تشوفو غد نزين بهم الاعلى ديال القارورة انتو ما كيبقى لكم الاختيار ممكن تديروهم ممكن تستغناء عليهم ممكن تديرو اي نوع عم توفر عندكم يعني كتبقى مسألة اضواق كيف كان قول ديما انا كانت لكم غير الفكرة وانتو ما ممكن تديرو اشياء ممكن تحدفو اشياء سافي كان استمر بنفس الطريقة كاللصق هاد الحجارات هادو بالنسبة لهاد مستدس الشي مع بزاف اللي بنات كيسولوني انا في الحقيقة صدق رائع يعني ما كيتبت مزيان ومن بعد وخكي نشيف ما كتحيتش الكولا ديالو بالنسبة لي انا يعني جاني غير كادوم من الخارج يعني ما خديتوش من هنا لذاك شي ما قدش نفيدكم ولكني رابينا كل ما كانت على ما ادول ماركة يعني التمنشي ماركة معروفة غاتكو الكاللتة ديالها مزيانة سافي غدي نكمل بنفس الطريقة ديبا غدي ندزل الغيطاء ان بعد ما نشيف غدي ناخد هاد القطعة هادي ديال بلاستيك انا كانت نطوفه فرا عندي وغانديرها في الاعلى باش من بعد فيها غدي ندير هاديك الاباي باش نحصلو على هاد الشكل هادا كي كتشوفو معنا في الصورة هاد هو الشكل النهائي ديال القريعات اللي شاركت معكم اليومه الشكل ديال هون كيجي اكتر من رائع وكيف كان نقول دي ما صايبنا شيء ملا شيء يعني هاد القارورات العصر غير كارمي وهم وارق المناديل يعني رام توفر والكولة بطبيعة الحال كدع شد رهم لخمسمائة قرام راها تخدم لكم بزايف والشكل ديال هون كيجي يزويون هكا تحطهم اللي وليدات ديروا لهم فيهم الحليب العاصر والزجاج كيبقاشي حاجة اللي هي صحية يعني ما صبغينو من الداخل متاشي حاجة والشكل ديال هون هانتو ما كيجي يزويون كيجيوا بحالي كيتشرو تماما غير هادو كانت صايبو شي حاجة بالشهوة ديالنا وعلى طريقة ديالنا وهذا هو الفيديو دياليوم كانت منينا لإعجاب ديالكم وشكرا إلى فيديو مقبل إن شاء الله